طيب سؤال فضل سؤال حلو النقاش ده هل اتحاد الكورة اسيبك بقى من اتحاد الكورة لجنة الحكام ومنت كنت رئيساً لجنة الحكام لو جالك تليفون من الاهل والزمالك طلبوا منك بلاش الحكم الفلاني او بلاش الحكم العلاني بتعمل ايه؟ بص يا كابتك جاري فضل اولاً سبب المشكلة تحت زمان 2015 ان احدى الاندية كبيرة ما كانوش عايزين محمود البنة يحكم له وانا جيت عينتي محمود البنة والنادي ما كانش موفق في اليوم ده وخسر من الفرقة اللي بتلاعب النادي الكبير ده وتلعب وتهجمته الحكاية وتهجمته هجوم مشارس واحنا بيعطين جوابات ومش عايزين الحكم ده وكلام ده ومحمود البنة في الأداء التحكيمي كان عشرة على عشرة مميز وهو حكم مميز حقيقة فبتحصل بس بشرط انت كلجنة قبل الحكم قبل النادي ما يبعث انت أصلاً حريص على المنظومة التحكمية إنما الحكم ما يكونش غلط والنادي يبعث جواب يقول لي شيل فلان لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً ومعدين الحكم اللي غلط للأندية اللي أنا قلت عليها الأندية الكبيرة انت بتنتظر النادي بيلعب ماتش مع فرقة انت تعتقد إنها خفيفة شوية وتدي له الماتش ده عشان ترجعه ان يلعب للفرقة الكبيرة تاني يعني كابتن كريم لعب خلينا نقول الاتحاد سكندرية صحيح وتحاد سكندرية وجيه خسروا الماتش أو كان أداء تحكيمي خسر النادي الاتحاد استنى الاتحاد أما يروح لعب فرقة ترتمة في الجدول أسف في اللفظ متدني أو في الآخر وتروح لعب تستنى الماتش يكون في تحاد سكندرية وتدي الحكم اللي غيرت مع التحاد سكندرية مع الفرقة اللي بمركزها في الجدول تحت شوية أو في المراكز المتأخرة عشان ترجع الحكم يلعب للنادي ده لأن النادي ده مش هيقعد طول العمر الحكم ما يلعب لهوش صحيح فلازم تقدر ترجع الحكم فعشان كده بقولك التحكيم واختيار الحكام ده فن صحيح طيب ترجمة نانسي قنقر